مساسة الحضن الشوق بناء على طلبكو ملخص أحداث الحلقة التسعة وعشرين ونقبل الأخيرة بيدخل إبراهيم البيت وبتبقى فاطمة مستنياة وعايزة تتكلم معاه في موضوع أعاده مع بنته دايماً لوحدهم بتقول لهم بتتكلمه في إيه؟ بتتوششه طويل دلوقتي في إيه؟ كأن الموضوع سر يعني عني قالها مفيش أي حاجة بينما بتفكر مناير في اللي حيحصل بعد كده هل فعلاً يوسف حيجي وتقدم لها وفعلاً بيكون بيحبها ولا الحب كده خلاص مات بينما من لها مساسة قاعد بيتكلم مع فيصل أنه هو حقاً اللي هو عايزه وقدر يكسب المناقصة من إبراهيم وكمان قدر يجوز بنته هايفة وكمان مناير هتتجوز وأنه خلاص عمل كل حاجة هو عايزها بينما من لها هايفة قاعدة مع جوزها عادل وبيتكلم معاها وبخصوص موضوع مناير بتقول له أن هي مفروض تروح الخطبة وأن أمها قالت لها لازم تروحي خطبة أختك وطبعاً تضايق جداً وبيقولها زي أمك توافق على موضوع الخطبة بعد كل اللي قلته وأن يوسف رفع علي قضية وبيزعق معاها وبيتنرفز جداً وبتقول له أنت بقيت عصبك ده ليه أنا مش قاعدة لك في البيت مضابة بتتكلم مع ناصر بخصوص مناير وأن هي بتقول أن مريم مش أمها وطبعاً كل ده من تصرفات مريم معاها البنت شكت أن فعلاً مريم ما تكونش أمها بيقول لها ناصر تحب أكلم مساعد قالت لا بلاش لا تيجي تعمل لنا مشكلة وتقول أن احنا بنشعيش جزء عليها وكلام من ده إبراهيم بيتكلم مع أبو خلف في موضوع أنه هو أكلم أبو سعود فيه أنه هو يدور له على إمتى طلع مساعد من الكويت وكانت معاه البنت ولا لأ وعلشان يجيب له كل المعلومات بينما أصلا بتسأل أخوها عملت إيه في القضية وكمان عملت إيه في موضوع مناير ويوسف رد وقال المحامي طميني على موضوع القضية وبالنسبة لموضوع مناير ويوسف أنا كلمت مراتي هيفا علشان تروح تقول لأمها علشان يرفضوا الجوازة دي وكمان كلمت يوسف بينما من له بعد كده يوسف بيتكلم مع المدير بتاعه بشأن القضية وبيطمنه على موضوع القضية وأن الفلوس كمان هيخدوها من عند عادل وأن القضية مظبوطة عليه وكله تمام وأنهم امرأة بينهم من فترة وكمان هو حيرجع تاني للمنصب بتاعه بينما من لايه هنا فاطمة قال أنا جدا على موضوع الرجل اللي أخد الفلوس ومعملش حاجة وبتقول لها صاحبتها هو ده لازم تكلمي إبراهيم مناير بتتكلم مع أختها هيفا وبتقول لها ليه انت مش مبسوطة هيفا يعني بتقول لها بتقول لها وانت كنت مبسوطة قالت لها أنا غير أنا يعني معادل جي تجاوزني لما انت مفروض كان يخطوبك انت وبعد كده جي تجاوزني أنا ما عرفش ليه صراحة بس انت أكد يوسف بيحبك وجاي علشان يتقدم لك محمد قاعد بيفكر ومبسوط جدا خلاص ان هو قرى بينتقم من إبراهيم وياخد حقه وكمان منشوف مريم قاعدة بتفكر لان في حاجة في دماغها ونوية تعملها النهاردة في خضلة مناير وحنشوف ايه تبعد نهاية الفيديو في البداية بتروح وبتتصل بمناير وبتتكلم معاها وبتقول لها تروح الكوافير وتزبط نفسها وتلبس حاجة كويسة علشان تعجب الناس وكمان بتكلم هايفا وبتوصيها على أختها على غير العادة وهايفا قالت لا شفتي أم بتحبك ازاي لكن طبعا مناير ما كانتش مصدقة بيروح أسامة وبيستلم الملف من محمد علشان يسلمه لمساعد وكان فيه واحد من بعيد بيصور صور وفيديوهات تعالي نشوف الحد ده هو إبراهيم وتعالي نشوف الأشباكل اللي حصل اللي حصل ان كل ده كان اتفاق بين إبراهيم وقسامة في يوم من الأيام لما أسامة رح وقال ان محمد فعلا هو لجاسوس داخل الشركة وانه كان سايب الملف قبل كده وكان محمد موجود ممكن يكون هو اللي أخده واحتمال كبير جدا وكمان شافه قبل كده خارج من عند مساعد من الشركة ولما شافه توتر بيتفق طبعا على تمثيلية كده يعملوها لما أسامة يروح لإبراهيم إبراهيم يطرده قدام الناس ومحمد يسمع الزعيق والخناء بينهم زي ما حصل قبل كده وطبعا يمثل قدام الناس إن هو بيترده وبيقوله ما تجيش هنا تاني وبيروح محمد يتكلم مع أسامة يعني بيوسيه وبيقوله إن إبراهيم مكاشر مفروض يعمل كده وإن شاء الله ربنا يبعاد لك شغلانة تانية الاتفاق بعد كده لما بيتكلموا مع بعض وبيحددوا كل حاجة علشان يوقعوا محمد وإبراهيم في الفخ ومن لاي بعد كده إبراهيم بيتكلم مع أبو خلف صاحبه وبيفاهيموا كل حاجة وبيقولنا عايزك تجيب للملف المزور علشان نديه لمحمد ونباين إن هو يعني في إيد المناقصة علشان حيروح ويودي المعلومات دي لمساعد والمعلومات دي طبعا غلط علشان نوقعهم هما الاتنين قالوا طب إحنا كده ظلمنا أسامة قالوا ما ظلمتوش وقلت بابعت له معايش وإن شاء الله رجع ويشتغل تاني بينما كان يوسف مبسوط إنه هو رايح يخطب مناير وطبعا دا لما كانتش مصدقة يعني فرحانة بيها وموضبوا كل حاجة وكمان كانت بتقول لها تروح الكافير وقصبت عليها وإنها فرحانة وبتدخل بعد كده لأمة فبتقفل مع صاحبتها تهاني ومها بتقول لها جهازي وتعالي علشان الناس قربوا ييكوا من الله بعد كده محمد بيتقابل معهم ساعد وبيقول له إن فيصل جه وكلموا في موضوع الشغلة عند إبراهيم وإن كله جاهز وإن الشغلة تمام يوسف وأم يوسف بيروحوا علشان يتقدموا المناير وبتسلم عليهم مريم بطريقة مش كويسة وبتقعدهم وبعد كده منلاقي مساعد بيتكلم مع صاحبه أبو خلف وبوريه الفيديوهات والصور اللي بتدين محمد وطبعا إن كل ده السبب فيه كان محمد وإن هو مش هيسكت وحيبين كل حاجة وحيوقع إبراهيم بعد كده محمد بتجي بعد كده هيفا وبتسلم عليهم وبفكروا إن هي العروسة لكن بتقول مريم إن دي منتها الصغيرة وبتقول لها روح نادي على أختك طبعا طلعت المناير تنادي عليها كانت مكسوفة جدا ومحرجة بعد كده بتنزل بتسلم عليهم وطبعا بتقول لها إن دي بنتي كبيرة بس يعني كان جاي لها رسال جديد بس هيها رفضت وبيبدأوا طبعا إن هم تكلموا عنها والستة معجبة جدا بيها وبتقول لها بعد كده مريم طلعوا على فوق إنتوا الاتنين بينما كان هنا عادر متدائق جدا إن خلاص يوسف حيبقى عديل وإنه حينزبه وحيشوفه دايما وطبعا مش فيش أي حاجة في إيده يعملها مريم بعد ما هايفا ومريم بيطلعوا على فوق بتطرد يوسف وأمه بتقول لهم أنا عوري محا سامح وإنتوا تبع فاطمة وطلعوا برا ومريم لما بتعرف من هايفا إن أمها مريم طردت الجماعة بتدائق جدا وبتروح تتخارق معها وبتقول لها ليه طردتهم أنت أصلا بتعمل فيها كده ليه قررت لها زي تكلمة أمك بالشكل ده قالت لها أنت بيش أمي مفيش أمي تعمل كده ببنتها قالت لها أنت زي تقولي كده هايفا بتحاول إن هي تساعدها وتهديها وبتقول لها ليه كده يا ماما بتطلع منايرة على فوق على طول وهي متضايقة من اللي حصل بينما أم يوسف كانت تعبانة جدا وبيوديها يوسف على طول على المستشفى لأنها كانت حاسة بتعب شديد ومنلاقي فاطمة قررت إن هي تعترف لإررهام بالراجل اللي جيه وأخد منها مبلغ علشان خاطر يرجع لها بنتها وقالت له تصرف في الموضوع ده وإن هي عندها يعني نمرة العربية بينما منلاقي هايفا بتقول لأمها الحقي مناير حتمشي خلاص قالت لها هتروح فيه سيبيع يعني أكيد هتروح عندي جدها بينما يوسف بيتكلم مع أبوه بيقوله إن الأم موجودة هنا في العنان المركزة وإنها تابت بعد ما الجماعة تردونا وده اللي بيخلي يوسف متضايق جدا ومش طايق حتى سيرة مناير وبيحاول مشاري يعرف السبب سارة بتقول لأخوها عادل على خبر كويس وهو إن مريم تردت يوسف وأمه وبيفرح جدا بينما هنا تهاني بتطمن أبوها إبراهيم إن كل حاجة تمام وإن مناير خطبتها النهاردة وإن هي فرحانة جدا بس كان نفسها تفرح أكتر لما تبقى الخطبة هنا محمد لما بيعرف اللي حصل بيتكلم مع فيصل وبيقوله ليه يتردونا إحنا ما عملناش أي حاجة إذا كانوا شفايا عايزين نيجي ليه بيرحبوا بينا من البداية أنا مراتي دلوقتي موجودة في العنان المركزة وتعبانا بتحاول بعد كده مناير إن هي تتكلم مع يوسف وبترنع عليه لكنه مش بيرد عليها ومش طيق أصلا يسمع سيرتها ولا سيرة أهلها بتخلص الحلقة على كده وده كم ملخص لأحداث الحلقة التسع وعشرين والقابل الأخيرة من مسلسل حضن الشو يارب ملخص يجون عجبكم ما تبسينيش في اللايك واشتراك في القناة وتفاريج جرسها لشان يوصلكوا كل جديد وجميع الحلقات هتلاقهم موجودة عندي باي باي